اليوم العالمي للتمريض يعترف بهذا اليوم بالمساهمات العديدة التي تقدمها أطقم التمريض والممرضون للمجتمع وتعزيز أهمية دور الممرض في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة تفاصيل أكثر رح تكون حاضرة مع زميلتنا لوجين حريري من هناك لوجين مساك الله بالخير إيش الصورة اللي عندك اليوم وحابة تنقلينها للسادة المشاهدين مساء الخير محمد وأسعد أوقات كل متابعين للقناة السعودية فعلا محمد مثل ما ذكرت متواجد في فندق الانتر كونتيننتل بجدة في اليوم العالمي للتمريض طبعا التمريض قبل ما تكون مهنة هي خدمة إنسانية فهم خط الدفاع الأول لكافة الأقسام تمريض الحالات ما بعد العمليات الجراحية تمريض الطوارئ والتمريض السريري تمريض أيضا صحة الأم والطفل وكثير من الأقسام تحت قسم التمريض اليوم مشاركين معاهم في هذا الاحتفال وحكوم معايد دكتوريا فوزية المولد نائب الرئيس التنفيذي لتجمع جدة الثانية أهلا وسهلا فيك دكتوريا فوزية حياك أهلا وسهلا فيك اليوم طبعا أول شيء في هذه الفعالية تم تكريم الأقسام الخاصة بالتمريض وعرض منجزات التمريض طبعا يسرني اليوم في احتفال اليوم العالم للتمريض لعام 2024 تحت شعار تمريضنا مستقبلنا القوة الاقتصادية للرعاية الصحية أن أشكر جميع زملائي وزملاتي من كادر التمريض لجميع المستشفيات والمنشآت الصحية التمريض مهنة سامية مهنة نبيلة لا تقتصل فقط على العناية بالمريض ولكن تصل لصحة الفرد والمجتمع فاليوم كان عندنا عرض لإنجازات المستشفيات وإنجازات التمريض والمستشفيات والابتكارات والأبحاث التمريضية نعم الخدمات التي قدمها قسم التمريض وخاصة التمريض السعودي والرعاية أكيد لها معايير أيضا خاصة تختلف من دولة إلى دولة صحيح طبعا التمريض عامة يوجد به العديد من تخصصات تبدأ من تخصصات تمريض المراكز الصحية والرعاية الصحية الأولية تمريض الأمومة والطفولة والنفسية ويصل إلى المعلوماتية التمرضية والمارسات ممنع البراهين ولكن بالنسبة للتمريض السعودي يلعب دورا محوريا في تحقيق برنامج تحول الصحي ضمن رؤية 2030 لما يقدمونه من جهودات في تجويد وتطوير خدمات الرعاية التمرضية في المستشفيات نعم دكتوريا يوجد أكيد أيضا خطط مستقبلية لخدمات التمريض التطويرية سواء كانت أو تحسينية أيضا نعم نحن في تجمع جد الصحة الثاني كإدارة تنفيذية تمريضية نعمل على العديد من البرامج والمبادرات لتطوير التمريض السعودي والغير السعودي لدينا في المستشفيات حتى نصل لأفضل رعاية تمريضية ورضى المريض والمستفيد نعم أشكر تواجدك أكيد معنا وأكيد زي ما قلنا هذه موفقة مهنة تقدم قدما هي رسالة سامية في خدمة المرضى شكرا لك دكتوريا شكرا لكم يديك العافية عودة لك محمد وأكيد في اليوم العالمي للتمريض نشكر كل الممرضين والممرضات على الخدمات المقدمة لرعاية المرضى في المستشفيات أكيد بكل تأكيد يعطيك العافية لوجين شكرا جزيلا لك شكرا أيضا لضيفتك الكريمة وننضم صوتنا لصوتك ونوجه كذلك الشكر في يومهم العالمي الشكر لكل الممرضين والممرضات شكرا لكم